اهلا بحضراتكم من جديد اكتر جماهيرية في مصر وفي افريقيا وفي الوطن العربي ما حدش يقدر يختلف على كده اطلاقا يعني فانا عشان اوصل للناس اعمليه لازم اقعد اتكلم عن النادي الاهلي مش اكلم عن الاهلي طبعا احنا قناة الاهلي طبيعي ان احنا من اتكلم عن النادي الاهلي لكن اتكلم عن بعض الاهلمين اللي لهم كامل احترام والتقدير يعني دايما يعدوا كده يدور لك عليه خبر يخص الاهلي وياسان بقى لو خبر ده سلبي عن النادي الاهلي وازاي ومش ازاي وبتاع زي مثلا النهاردة كده سمعت مداخلة او مش مداخلة يا سمعت احد الاعلامين بيتكلمه ومش هقول اسمه بصراحة هو متكلم عني في برنامج من برامج يتكلم عني مش مشكلة لكن لما يجي تكلم على الاهلي لأ حنستوب يعني نوقف هنا نرد يعني فقالك ايه قالك الاهلي حيجيب لعيب جديد مكان ميكي سوني طب عرفت منين هو لأ حيجيب لعيب مكان ميكي سوني وازاي الاهلي يمشي ميكي سوني ده هو اعتبر بقى ان ميكي سوني خلاص ماشي ازاي الاهلي يمشي ميكي سوني ها ويجيب لعيب مكانه وميكي سوني ده اصلا جايبينه مليون دولار احنا مش جايبينه مليون دولار احنا جايبينه واقل من كده بقى السايا كان يعني ايا كان والاهلي قبل كده ماشي قاليه باجي ومشى والتر بواليا وكلام من ده هو بيبص انه هما الناس دي مشيت ما بيبصش الأهلي كسب ايه من وراء الناس دي لعيبة كويسة ما وفقتش مع النادي الأهلي ما موفقوش بس عندنا إقدارة تسوقية مميزة جدا جدا في النادي الأهلي وإقدارة تعاقدية مميزة جدا جدا في النادي الأهلي بصراحة يعني الناس وارد أي فريق في العالم أي فريق في الدنيا ممكن يتعاقد مع مجموعة من اللاعبين مثلا ينجح 3 أربعة وواحد ما يكونش موفق ده طبيعي جدا في كل الأندية في العالم كده مش الأهلي بس كل الأندية في العالم كده أنا جايلك في الكلام ماشي بس إيه بيتصرفوا بيعرفوا أنهم ما يخرجوا فيه ناس بتخسر من وراء اللعيبة دي وفيه ناس بتكسب لحد دلوقتي بصراحة الأهلي لما بيجي بيطلع لعيب أعارة من اللعيبة التي لم توفق مع الفريق بيطلع الأعارة بمبلغ حلو وكمال لو في نية للبيع بمبلغ كبير لما تيجي تكرنه بسعر شراءه حتلعني الأهلي كسبان يعني في كل الأحوال الأهلي ما بيخسرش هل هو الأهلي بس كده لا في بعض الأندية الشطرة اللي بتاعه بتعمل كده بس منهم الأهلي في بعض الإدارات التصويقية الشطرة اللي بتعمل كده منهم إدارة التصويق في النادي الأهلي اللي بتقدر تتعامل اللي بتقدر تجد حلول اللي بتقدر دايما تحط الأهلي في موضع الفائز أو المنتصر أو النادي اللي بيقدر يكسب من أي حاجة حتى لو صفقة ما وفقش فيها وده طبيعي في الدنيا كلها لكن ليه وليه بقى الراجل اعتبر ان المكسوني فاشل رغم ان المكسوني ما يقولوش 3-4 شهور ما كاملش 4 شهور في الأهلي وما الحقش يلعب ولسه حيلعب ولسه حيشارك وحيكسر الدنيا بإذن الله وارد انه يوفق وارد انه ما يوفقش لكن ليه منقدر البلاء قبل يقوعه يعني زي ما بيقولو كده ايه اللي مدايقك الراجل ده بالذات وانتوا أكيد عارفين قصدي على مين يعني الراجل ده بالذات ما بيهداش غلما يجيب اسم الأهلي في جملة مفيدة ليه عشان الناس تسمعوا عشان الناس تقول ان الراجل ده قال كذا 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 عشان ما وقعتين التصرحاته رجل والله هو مش محتاج للكلام ده يعني مش محتاج يعني ففي كل الأحوال في كل الأحوال ما تسمعوش وما تصدقوش اي أخبار بتتعلق سواء بتعاقد الأهلي مع لعيب او استغناء الأهلي عن الآخر ما تصدقوش غير من المنابل الإعلامية الرسمية للنادي الآن الموقع الرسمي قناة النادي اي حاجة رسمية تتعلق منها ما فيش غير دول يعني الموقع والنادي والقناة يعني قصدي هم اللي حيقولوا لكم اي حقيقة بتخص الفريق الأول نوكي سوني نكمل وموجود مش حيمش في يناير وما نعرفش اللي حيحصل في الكرة الراجل ده ممكن يكسر الدنيا الراجل ده وارد انه ما يفقش هو أو غيره زي ما حصل في بعض الصفقات الأمريكية هي دي كرة القدم لكن احنا لازم نوعنا نتصيد الأخطاء وياريتها بتطلع أخطاء والله لما هتيجي تبص في الموضوع كده كويس ها وتدرسه وتشوف الأهلي اشترى بكم وبعب كام الصفقات التي لم يوفق فيها هتلاقي الأهلي برضو هو الكذبين برضو وهتفضل انت تعبام الأهلي وهتفضل انت نتجن من النادي الأهلي فده أمر احنا حابنا نعلع عليه في البداية ومش هنطور في الحاجات اللي زي دي خلانا نشوف بقى بالتالي الأخبار التي قالت عن النادي الأهلي في الحسابات الرسمية المختلفة على السوشيال ميتي نبتدي بمين تعالوا نبتدي بسبورت سري سيكستي واللي بيقولوا ايه ده حسابوا على تويتر نشروا 14 اسم أو 14 لاعب حيغيبوا على النادي الأهلي في كاسل ربطة في ظل هذه الغيابات ما هو التشكيل الأمس ده بيطرحوا سؤالي يعني في مطش الجنة فانت عندك مين بقى عندك أكرم توفيق حمد فاتح عمر السلاية محمد شريف أيمن أشرف الشناوي قال يو ديانج بدر بنون علي معلول ميكي سوني بسبب كورونا هو بيرسي تاو أحمد عبدالقادر فبرضو أنا أطمن حضراتكم عندنا لعبة تقدر تلعب وتقدر تكسب وتعمل أداء كويس جدا مع الجهاز الفني المحترم اللي موجود في النادي الأهلي فده خبر من دم الأخبار خلينا نخش على خبر آخر وهو من الوطن سبورت والكابتن سايد عبدالحفيز يزر العين الحمرة للعبي الأهلي بسبب كورونا هو دور وواجب طبيعي جدا من كابتن سايد عبدالحفيز مدير الكورة في النادي الأهلي يا جماعة في تحذيرات خلوا بالكم الفيروس متفشي دلوقتي وفعلا يعني تمنا السلامة للجميع عرب وبنشوف حالات إصابات كتيرة جدا جدا لكن في نفس الوقت أنت لازم تعمل كل عليك تاخد بالأسباب تمام وتعمل إجراءاتك الاحترازية فدايما في مراجع من الجهاز الفني والإداري من نادي الأهلي مع اللعيبة يعني نخلوا بالكم بلاش خروجات الفترة دي خلوا بالكم بلاش مناسبات الفترة دي عشان نتجنب الإصابة بالفيروس عشان عندنا بطولات مهمة أهمها كس العالم الأندية اللي منتمنى أن الأهلي يظهر فيها بمظهر كويس رغم الظروف الصعبة واللي جاي عكس طموحات جماهير النادي الأهلي لكن تقدر تعمل حاجة فأنت حاول تحافظ على نفسك عشان لما هتحافظ على نفسك هتحافظ على فرقتك وتفرح جمهورك فهي تحذيرات طبيعية من كابتن سيد عبد الحفيز يعني مش بفترة دي بس بقى لها فترة كبيرة طيب خلينا نخش على بعده والوطن سبورت برضه وبتكلموا على أن الأهلي يحدد موعد الصفر إلى الإمارات المشاركة في كاس العالم الأندية وهي موعد المبدأي 31 يناير إلا إذا قرر مستر بيتس المساني أنه هو يسافر بدري عن كده شوي يكون فيه معسكر أو حاجة أنا بستصعب الموضوع ده إلا في حالة لقدر الله لمنتخبنا الوطني خرج بشكل مبكر وده إن شاء الله مش هيحصل يعني فحنشوف الأمور هتصفر عن إيه في النهاية بخصوص موعد الصفر النهائي الخاص بالنادي الأهلي للإمارات طيب يلا كرة كمان بيتكلموا على تشكيل بعثة النادي الأهلي بيقولوا كابتن محمود الخطيب هيكون رئيس للبعثة وده أمر طبيعي جدا جدا أنت بتشارك في بطولة كبيرة وبيقولوا كمان من الأسماء اللي هتكون موجودة فبالتالي هقول لحضراتكم الأسماء والإدارة التنفيذية أو ممثل الإدارة التنفيذية في النهاية الأهلي اللي هيكونوا موجودين طبعا كابتن محمود الخطيب ده يعني بشكل مبدأي لسا ما تمش الأعيام بشكل أسمي كابتن محمود الخطيب هيكون رئيس للبعثة تمام وده أمر أكيد وحيكون كمان متواجد خالد المهندس خالد مرتجي أمين صندوق ومنصق عمل البعثة وده طبعا عنده خبرات المهندس خالد مرتجي نظر عن خبراته الكبيرة وأنا يعني عشت معاه في قطر في كاس العام الأخيرة الرجل عنده علاقات ممتازة جدا بالاتحاد الدولي وبيتواصل بشكل مميز ووجهة أكثر من رائع بالنسبة للنادي الأهلي يعني البعثة كمان حتضم كل من الأستاذ طريق أنديل وهو متعود دايما نسافر في المواجهات الصعبة دي العضو مجلس الإدارة هيكون مرافق للبعثة وحيكون معامل كابتن أمير توفيق مندير التعقدات وطبعا هيكون معامل أستاذ جمال الجبر ومدير إدارة الإعلام والأستاذة حنان الزيني مدير إدارة اللواح والترخيص بالنادي بجلب طبعا جاز الفني كيادة مستر بيتس موسماني وكابتن سيد عبدالحفيز ومدير الكرة و28 لاعب يعني تبقى للايحة البطولة والأهم إن شاء الله يكون فيه توفيق بالنسبة للفرقة في هذا الحدث ألهام جدا تعالوا نخش على خبر آخر وهو خاص باليوم السابع وحسنوا على تويتر بيقولوا إن فيه ورشة عمل للفيفو ومشاركة الأهلي تحديد لواء أحمد ديال الأندية وفيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية وكورونا وكل الملفات الإعلامية التسوقية كل حاجة كل حاجة بيبقى فيه زي فيديو كونفرنس كده ما بين المسؤولين في النادي الأهلي ومسؤولين في التحاد الدولي للكرة القدم بيكم التجهيز لكل الترتيبات الخاصة بكاس العالم الأندية وده حاجة الأهلي واخد عليها جدا الأهلي بيشارك من مرة السبعة في كاس العالم الأندية فعرف السيستم بيبقى ماشي إزاي خلينا كمان نروح للمصر الرياضي واللي بيتكلم على إن قرار مفاجئ من الأهلي في شأن أعارض طاهر محمد طاهر دايما بيبقى في بعض الاستنتاجات وبعض الأخبار اللي بتحاول تتوقع حانتك صحفي وده حاجة في الحياة صحفين نازم نحاجرهم عليها لأنه ده شغلهم وما فيش أي مشكلة خالص لكن طاهر مؤخرا ماشي بشكل كويس جدا مع الأهلي طاهر أحد الأسباب الرئيسية فوزي نادي الأهلي بالسوبر أفريكا على الرجاء بهدفه في اللحظات الأخيرة تعاملوا كويس في الهدف ده هو بيرسي تاو ومحمد شريف أبريهم الهدف إحنا حفظينه يعني بخلاف الهدف لأنه طبعا ما بيتمش تقيم بهدف لكن في كل الأحوال هو لعيب عنده مقاومات ممتازة ممكن ما نكونش لسه خدنا كل اللي عنده طاهر محمد طاهر لكن فيه ثقة كبيرة في إمكانياته طاهر مكمل هم هنا بيقولك أنه كان فيه قرار بأعارة طاهر دلوقتي بعدما الكهرباء تلع أعارة طاهر مش هيطلع هو بنسبة كبيرة طبعا طاهر مش هيطلع بنسبة كبيرة كمان جدا لو طلع حد حيبقى في آخر الشهر زي ما قلت لحضراتكم مش هيكون العناصر الأساسية قوي حنشوف إلا هيحصل المتغيرات كتير جدا في كرة القدم وحنشوف في النهاية الأمور حتودينا حد فيه لكن طاهر مكمل وأنصر مهم وحيكون فعال جدا كمان في كاسر ربطة بإذن الله تعالى الأهرام وحسنهم على تويتر بيكلموا عن نجم النادي الأهل محمود عبد المرنعم قهرباء أنه خلاص هيسافر بكرة الثلاث لبدء رحلاته مع فريق هطاي سبور التركي اللي بيحتل المركز الخامس في الدوري للتركي ومشين بشكل كويس السنة التانية اليوم في الدوري الممتاز هناك في تركيا كهرباء عنده ضوافعة مميزة جدا عايز يثبت نفسه عايز يرجع منتخل نصف نتمنى له يا رب كل التوفيق في رحلة هتستمر لمدة ست شهور وبعد كده بإذن الله تعالى من الوارد بل الوارد جدا أنه يعود للنادي الأهلي بإذن الله عشان يكامل المشوار وهو كان جدد سنة إضافية مع النادي الأهلي قبل العرب طيب حساب كرة بلاس على تويتر بيكلمه على تصريح خاص بأستاذ أو الحج عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد ويقول مباراة الكمة يجب أن يدويرها حكام أجانب من الصف الأول وفي الحقيقة ده تصريح مهم جدا من عضو مجلس إدارة ليه بقى؟ لأن احنا بصراحة كلنا عايزين نتجنب الاحتواء كل جماهير الكرة المصرية كل جماهير الكرة المصرية عايزة تتجنب الاحتواء لأن شفنا بعض التصريحات من الحكام بتحديد كابتل محمد عدل بن كل ليه كل التقدير والاحترام في الحقيقة يعني وحكم مميز بالمناسبة لكن بعض القرارات اللي خدها أثرت على نتيجة المباراة مطش الأهلي والزمالك خمسة ثلاثة وتصريحاته كمان كانت كارثية محدش يقدر يختلف على كده فالأنسب إيه بمطشات أهلي والزمالك عشان ما تحاولش تقول ندير المباراة لازم دلوقتي وقت الإدارة والتصريحات من الجانب ده لازم إن احنا نتفادها فعشان تتفادها يحصل إيه يكون في حكام أجانب فلما يكون في حكام أجانب مش حكام الأجنبي يطلع يتكلم ولا أنت بتبقى يعني الآن فأكبر جمهورين في مصر جمهور أهلي والزمالك من حقهم جدا يكون في حكام أجنبي عشان نتمتع بالمطش أكتر من كده كمان فتصريح أنا بشوفه مناسب وموفق جدا وأعتقد هو ده اللي حيحصل في مطشات الأهلي والزمالك اللي جاية كلها ومش هيكون في حكام مصرين في هذه المبارات ليس تطبيع من حكام مصرين لكن في نفس الوقت ليه حساسية هذه المبارات هنروح لفاصل بعد الفاصل نرجع نكمل استنوني يلا بيه ترجمة نانسي قنقر